بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم الكورس الويب ابليكيشن من دوريشن تستينج. النهاردة ان شاء الله هيكون اول درس في المستوى المتوسط لصهارة الكورسات سكريب واللي هيكون من نوع الدوم بيزد اكس اس اس. طبعا زي ما انتم معارفين صهارة الدوم بيزد اكس اس اس بتحتاج منك انك تركز في الكود وتحلله كويس عشان تقدر تعرف الصهرات زي حصري. عاوزك كده تكون مفاوضة نفسك تكون مركز معي عشان فيه معلومات كتيرة النهاردة هتستفاد منها. آآ يلا بينا ننتقل لللاب ونشوف ايه اللي مطلوب من هنا. اللاب اللي هنحل على النهاردة يكون بعنوان دوم اكس اس اس ان دوكومنت رائد سينك. وطالما شفنا سينك هنا بعد دوكومنت رائد بان اعرف ان هي دي الفونكشن المتسببة بالصهارة. واللي بتاخد البيانات بتاعتها من اللوكيشن لوت سيرش. انسايد سيليكت ايلمنت. ولو ما تعرفش سيليكت ايلمنت فهنتعرف عليه النهاردة مع بعض. فهنا في الدسكريبشن هو بيقول لنا ان في فونكشن اسمها هي المصابة بالدوم روسات سكريبت. وانها بتستخدم ان دوكومنت رائد زي ما قلنا. عن طريق البيانات اللي بيتم تمريرها في اللوكيشن لوت سيرش. واللوكيشن لوت سيرش هي اي حاجة بعد علامة الاستفعام في اليوارل. كل ما طلوب مننا عشان نحل اللاب ده ان احنا نعمل يعني نطلع بره عنصر السليكت ونقول الاليرت فونكشن. بعد ما اقسس كده على اللاب هنلاحز ان هو عباره عن شوب دي منتجات. هندخل كده على اي منتج منهم بالشكل ده. وهن يجي كده نشوف محتويات الصفحة. هنا اسم المنتج. وهنا الريت. وهنا السعر. صورة للمنتج. وبعدين الديسكريبتشن. وتحت خالص في كده. وجنبيه اه اه. زرار بنضغط عليه. ولما بنضغط عليه بالشكل ده بيقول لنا عدد المخزون للمنتج ده في المدينة دي. فلو لاحزنا ان اللي الديسكريبتشن. فبالتالي هنعرف ان الصغرى في المكان ده. بس ازاي بقى الصغرى في المكان ده. وهي اصلا مش. فده اللي احنا بقى هنكتشفه مع بعضينا من خلال الاكواد بتاعت الصفحة. هنجي كده نضغط كليك مين. وبعدين هنضغط على فيو بيج سورس. وبعدين خلينا كده نكبر الاكواد بالشكل ده عشان تكونوا مضحة قدامنا. وهننزل كده تحت حد ما هنلاقي هنا اكواد جوافا سكريبت. عايزين بقى نحلل كده اكواد جوافا سكريبت دي. ونشوف ازاي بتحصل الصغرى من خلالها. طيب اولا كده قبل ما نحلل الاكواد عايزين نعرف هنا في اللي بيتم انشاؤه من خلال ال HTML بيتعمل ازاي. هنروح كده موقع اسمه وهو موقع مخصص للبروجرامرز او اللي بتعلمه البرمجة. هتقدر من خلاله ان انت تكتب الكود بتاعك في المكان ده وتضغط على رن وهيتنفذ معك الكود في الصفحة العليمين دي. طيب عشان ننشئ بقى ال select box بيتم انشاؤه ازاي? اول حاجة بنعمل حاجة اسمها form. والform دي بتاخد اتنين مهمين. الاتريبيوت الاول وهو الميثود والاتريبيوت التاني وهو الاكشن. الميثود ممكن تكون جد او بوست. والاكشن بتكون الصفحة اللي هيتم التحويل لها بعد ما تملأ الفورم ده وتعمل صدمة. فهنجي كده نكتب الاتريبيوت الاول اللي هو الميثود. في اللاب اللي احنا بنحل عليه هو ميدي الميثود بوست فكمان هنعملها هنا بوست. وبما اننا بنجرب فمش مهم ان احنا نكتب الاتريبيوت التاني اللي هو الاكشن. هنجي بقى كده لنزل الفورم كده تحت وجوه الفورم هنعمل ولو جينا كده ضغطنا على فيزهر معنا هنا على اليمين ولكن طبعا احنا لسه ما ضفناش جوه اختيرات فبالتالي هو فاضي. فعننجي بقى كده عشان ننيف اختيرات جوه. فبكده احنا ضفنا تلات اختيرات لو جينا كده ضغطنا على بالشكل ده. هنلاقي معنا بقى في تلات اختيرات اللي هي التلات مدن اللي احنا ضفناها هنا. فبكده هي دي الطريقة اللي بنشيق بيها طيب لو عايز بقى انشيق نفس دي بالفورم كل حاجة عن طريق الجوا سكريب تعمل كده ازاي? هو هنا في اللاب اللي احنا بنحل عليه انشأها عن طريق حاجة اسمها طيب وزي بقى بننشيقها عن طريق عن طريق عن طريق اننا بنيجي هنا نكتب دوكمنت دوت رايت وجوه هنا اكتب الاكواد بتاعة اله تيميل. عشان تكتب اكواد اله تيميل داخل اله تيميل لازم ان تكتبها كده كأنها يعني هنا مش هيتعامل معها على انها سترينج لأ هيتعامل معها على انها اكواد اتش تيميل عادية. فهنيجي الاول حاجة كده احنا كنا انشأناها وهي الفورم. فهنيجي ناخدها كده كلها على بعض. وهنيجي هنا جوه وهنكتب الكود بتاعنا بالشكل ده. بس هنا في طبعا احنا محتاجين ان احنا نعمل تانية عشان نقفل الفورم اللي هي الفورم زي ما عقبناها هنا كده. عايزين برضو نقفلها هنا. فبالتالي هنعمل تاني تحتها. وبعدين هننسخ جواها الفورم التانية دي كده. عشان نبقى انشأنا فورم. وبعدين زي ما عملنا بالزبط في برضو هنيجي هنا جوه الفورم. وانيجي هنا ونعمل لكن هنا بدل الفورم هنعمل انصر البعدين قبل ما ننسى هنقفل برضو في الشكل ده. ولو جينا كده ضغطنا على هنلاقي انشأ معنا فعلا هنا ولكن لسه هنضيف جواها فخلوني كده هضيف وارجع لكم تاني عشان اختصارا بس بالوقت. خب كده انا ضيفت تلات اختيارات اللي هما التلات مدن جوا اللي هي جوا الفورم اللي هو ده وهجي كده اضغط على الشكل ده فهلاقي برضو السليكت التانية اضاف فيها اللي انا عايز اضيفها هنا. طيب فلنفترض بقى ان انا في اكتر من خمسين مدينة مثلا. عايز اضيف اكتر من خمسين مدينة هنا. فبالتالي الكود ده كده مش عملي. وهياخد مني وقت طويل جدا. فعشان كده هنعمله عن طريق الفورلو. طيب هنعمل كده ازاي. فانيجي كده الاول هننشئ وانسميه زي ما هو نسميه في وانيجي بعد كده نضيف المودل بتاعتنا داخل بالشكل ده. وبعدين هنيجي بقى نمسح كده العنصر بتاعتنا دي. وهنعمل بدلها الفورلو. فبكده انا عملت الفورلو. وقلت له انه هو اللينس بتاعه هيكون اللينس بتاع الباريبل اللي هو الستورز. وبالتالي هو كده هيعمل فورلو على جميع العناصر بتاعت الستورز وهيتبعوها لي جوه السيليكت هنا. فلو جينا بقى كتبنا هنا مدن تانية يعني مثلا هاجي هنا بعد ميلان هكتب مثلا كايرو مثلا واضغط على رون. فلاقي هنا كايرو اضافت مع هنا. فبكده اي مدينة بقى انا ممكن هنا اضيف خمسين مدينة ستين مدينة زي ما يكون. وكلها هتضاف هنا داخل الفورلوب ده جوه انصر السيليكت. طيب وبعدين كده خلونا نرجع للسورس كود. على لين هو انشأ تاني اسمه بالشكل ده. فقلنا كده ناخده وهنيجي كده تيبه هنا. فالفاريبل ده بيعمل ايه? فبيروح الويندو لوكيشن سيرش. وقلنا الويندو لوكيشن سيرش هي اي حاجة بعد علامة الاستفام في اليوريل. وبعدين بيقول له دوت في براميتر معين هو عايز القيمة بتاعته. وبراميتر ده اسمه استور اي دي. فلو جينا كده رجعنا لللاب بتاعنا. وهنيجي كده نبص على اليوريل. هنلاقي ان مفيش للبراميتر واحد اسمه برودكت اي دي. اما البقى فين اللي هو العلي ده. يبقى احنا كده اكتشفنا ان في براميتر مخفي. في براميتر انا ممكن ان انا ادي له القيمة بنفسي. خلونا كده الاول ناكسس على اللاب من تاني عشان نتعمل له وبعدين ندخل على اي منهم او اي منتج منهم. وهنا في اليوريل انا هضيف البراميتر اللي هو اللي عليه اسمه استور اي دي. وعشان اضيف براميتر بنفسي فهاجي كده واقول له اند اللي هو شفت ورقم سبع من الكيبورد. هيعمل العلامة دي. عشان اكتب البراميتر التاني اللي هو اسمه واي دي الاي كابتل وبعدين كده هقول له كايرو مثلا بالشكل ده. هضغط انتر. وبعدين هاجي بقى عشان اشوف القيمة بتاعتي اللي انا دفتها دي بتروح على فين. هاجي كده نزل تحت الاقي ان كايرو اضافت هنا في بس يبقى معنا كده ان انا البيلون بتاعي انه هنا في البراميتر ده. خلونا بقى كده نرجع على الاكواد عشان نشوف هو عمل كده ازاي. هنلاقي انه هو بعد مضعف الستور اي دي هنا في الفاريابل ده اللي اسمه ستور وجيه هنا جو عنصر السليكت وعمل الف كونديشن الف ستور يعني لو في حد كتب بالستور اي دي اي قيمة هتعمل اي هتعمل وهتعمل اوبشن سليكتد هتضيف لي القيمة اللي هنا داخل السليكت وكمان هتعمل لها يعني لو لجعنا كده للصفحة هنلاقي ان كايرو هي اللي معمول لها سليكتة هي بالمنظر ده. طيب احنا كده فهمنا الكود بتاع الجوافا سكريبت كله يقول ايه بس فاضل بس حاجة اخيرة بسيطة كده جوة هو كان بيتشيك ازا كان اللي هي القيمة دي بتساوي اي قيمة من اللي هنا يعني لو مسلا احنا كنا كتبنا باريس في اللي ستور اي دي فبالتالي كان هيعمل لها كونتينيو يعني كان هيعمل لها تجاهل. فاحنا كده حللنا الاكواد كلها وفهمنا ايه اللي بيحصل بالزبط. فاضل بس ان احنا نحقن البيلوت بتاعنا في البارميتر اللي احنا اكتشفنا. يعني ايجي هنا بدل كايرو دي. هنشيلها وهنكتب بدلها البيلوت بتاعنا. فالبيلوت بتاعنا لازم الاول نفهم كده احنا فين بالزبط. احنا المفضوض ان احنا داخل. فلو جينا هنا مسلا نكتب كود زي الامج مسلا وبعدين اندت له كده سورس اقوال زيرو مسلا عشان يعمل ايرور. بعدين هقول له اقوال ايرور بالشكل ده. فلو جيت بقى كده ضغط على الكود ده مش هيتنفزه. طيب عشان نديفهم لازم ان نعمل ايه? لازم ان نخرج ببرا السلكت ده. يعني كده اخدنا الكود ده. خرجنا ببرا السلكت وضفناه هنا. ضغطنا على بالشكل ده. هنلاقي الكود تنفز معانا عادي لاننا برا السلكت. فبالتالي المطلوب مننا ان احنا نخرج برا السلكت. هنعمل كده ازاي? عادي هنرجع تاني مكاننا. وقبل البيلوت بتاعنا هنقفل التاج بتاع السلكت. يعني اعتبر ده كده مش موجود. وهنيجي هنا كده. وهنعمل كده وبكده البيلوت بتاعي بقى جاهز. انا لو جيت ضغط دلوقتي على ران. اه هنا مكتوب غلط. فلو اجيبها دلوقتي ضغط على ران بالشكل ده. هلاقي الكود اتنفز معي عشان انا خربت برا السلكت فمعنى كده ان هو ده بتاعي. بحاجة كده ارجع على وبدل كايرو دي اشيلها. اكتب البيلوت بتاعي بالشكل ده. واضبط على انتر. هلاقي الالرد فونكشن اشتغل معي. والله بتحلي معي. لو جينا كده هنزلنا تحت. جينا على الصورة اضغطنا الكيمين الاسبكت. فهنلاقي هنا فعلا افللي الالمن بتاع السلكت وكتب لي البيلوت بتاعي هنا بالشكل ده. قد هنا يكون الدرس بتاعنا انت اتمنى هتكون استفدته. هنعارف ان انا الفترة الاخيرة بنزل الى الحلقات اخت. ولكن فعلا الظروف مش اوضل حاجة. ما تمسونيش من صالح الدعاء. ان شاء الله الفترة الجاية هحاول ان انا انتظم. كل ما شافش الحلقة اللي فاتت ياريت يرجع يشوفها عشان فيها تحديات. لازم انك تحل عليها. ونصيحة اخيرة قبل ما تشوف الحلقة معي. حاول انك تحل على اللاب. يعني اخد كده اسم اللاب اللي انا هحل عليه. وحاول ان انت تحل الوحدة. بعدين ترجع تشوف الدرس معي عشان تبقى استفادته. اوفقنا الله وإياكم. ان اخطاط فمن نفسيا من الشيطان وان اصابت فمن الله. واشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم. وصلاة مالك.